اشتركوا في القناة ربنا تغمدهم طبعا بالرحمة يعني حادث أليم النهاردة صحينا عليها لكن طبعا يعني يا رب ان شاء الله الأحداث دي ما تحصلش تاني في بلدنا أكيد ده قضاء وقدر لكن طبعا لازم نكون يعني كدولة وكمسؤولين بناخد بالنا جدا من هذه الأشياء طبعا حوادث دي قدر أهو لكن طبعا لازم يكون فيه نظام يعني أكيد فيه حد غلطان في هذه الجزئية لازم طبعا يتحاسب على هذا الحادث لأن طبعا زي ما بنتكلم احنا الأرواح دي أرواح بتبقى غالية علينا كلنا فبالتالي يا رب ان شاء الله ما يحصلش هذه الأمور تاني في بلدنا طبعا بستحصل في كل الأماكن لكن طبعا احنا مش نقصين احنا عندنا مشاكل في جزئية الإرهاب في مصر عندنا أولادنا بيستشهدوا كل يوم فبالتالي مش عايزين كمان يبقى عندنا مشاكل فيه أو أخطاء تبقى موجودة نتيجة طبعا مسؤولين ممكن ما يكونوش بيتعاملوا بالشكل المناسب أو طرق لسه بتتعامل بشكل معين أو ساكك حديد لسه محتاجين فيها تطوير يا رب ان شاء الله في الأمور اللي جاية أو الفترة اللي جاية تبقى الأمور ماشية بشكل جيد يعني ده في البداية ولكن طبعا قد لازم أعزي طبعا أسر الضحايا ولكن خليني أتكلم بقى على النادي الأهلي والفترة القادمة إن شاء الله النادي الأهلي ودخوله في المباراة النهائية كلنا طبعا بنتمنى فترة اللي جاية للنادي الأهلي وهذه المباراة بالتحديد لأن ده نهاية نهاية مدام النادي الأهلي دخل في النهاية أعتقد بيبقى من الصعب أو التفرط فيه ويمكن جميع اللعبين في حالة من التركيز لما بنتكلم على بطولة كاس مصر بطولة أفريقيا هم دول البطولتين اللي فضلين في السنة دي بطولة الدورة دي حاجة مميزة جدا لكن خلاص احنا كل بطولة بنخشها بنبقى مطالبين نحنا بناخدها عشان كده يمكن النادي الأهلي مركز حتى لما نيجي نقول إن إدارة النادي بتخاطب اتحاد الكورة عشان يبقى فيه كشف من الشطات في النهائي أعتقد إن دي حاجة بتأكد اهتمام مجلس إدارة والجهاز الفني واللعبين وكل المسؤولين في النادي الأهلي بهذه المباراة وبهذا النهائي بشكل كبير كشف من الشطات ده يعني أعتقد إن حاجة مميزة آه ما تعملتش على مدار الموسم في بطولة الدوري ولكن طبعاً هزولكو إن يعني من وجودي في وقت ملعقات في الملاعب لا في بعض العيبة بياخدوا منشطات في بعض العيبة بياخدوا ترامدول فكل ده أعتقد إن كنادي أهلي وإنهائي موجود ومهم بالنسبة لنادي الأهلي ولازم يبقى كل اللعبين في نفس اللي زي ما نقول ما فيش حد بيبقى أحسن من حد أعتقد إن الكشف من الشطات ده شيء عادي وطبيعي وبيحصل في الدول العادية لكن طبعاً الترامدول أعتقد بقى حاجة خطيرة جداً في ملعبنا وأعتقد إن احنا لازم نمنعه نمنعه بإيه؟ إن يبقى فيه كشف دوري على المنشطات في الدور المصري والبطولات المحلية للدور المصري فبالتالي ده مهم جداً وزي ما بقول لكم في بعض الأندية وبعض اللعبين في الدور المصري في السنوات اللي فاتت ومازال بياخدوا ترامدول ويمكن كمان بعلم مدربيهم فبالتالي النادي الأهلي النهاردة أول إجراءت بخصوص طبعاً نهائي الكاس إنه هو بيعمل اكتصالات مكسفة بعضاء اتحاد الكرة لكشف المشطات في نهائي كاس مصر أمام المصر إن شاء الله يوم الثلاث القادم فيعني يا رب إن شاء الله يوم جميل للأهلوية أيضاً بخصوص القيمة الأفريقية النادي الأهلي النهاردة بيقيد ثلاثة لعبين ضمن القيمة الأفريقية في الفترة القادمة طبعاً كان منهم هشام محمد الوافد الجديد وابن من أبناء النادي أهلي السابقين أيضاً ووليد أزارو اللعب المغربي المنضم حديثاً للنادي الأهلي وأحمد الشيخ دول الثلاث لعبين اللي ضموهم كابتن حسام البدري للقيمة الأفريقية طبعاً كل التوفيق لهم ويكونوا إضافة لفريقنا وفريق النادي الأهلي في المباريات القادمة خصوصاً مباراة التراجي الأولى إن شاء الله يا رب كل التوفيق لهم طبعاً هعرفين أن هي مباراة صعبة مباراة قوية المباراة الأولى تبقى هنا في القائرة ثم المباراة التانية هتبقى في تونس فبالتالي إن شاء الله تبقى الفرصة مهمة جداً مكسب هنا يكون مكسب مريح عشان نقدر نروح في التراجي هناك نبقى الأمور المستريحين عندنا هدوء أعصاب عندنا التعامل مع النفسي وكل التعامل الفني في المباراة التانية يبقى بأحسن حال يعني طبعاً لو كلمنا على ثلاثة الانضام لقائمة أفريقية هنشوفهم أحمد الشيخ هشام محمد وليد أزارو أحمد الشيخ وأزارو من اللعبين المهاجمين أما هشام محمد فهو لعب خط وسط مكان طبعاً حسام غالي اللي يمكن غادر طبعاً نادي الأهلي وانتخل لفريق النص السعودي لكل التوفيق هتكلم على حسام غالي وانتخاله للفريق النصر قدية طبعاً يعني حسام من اللعب المميزة ولكن خليني أكمل جزئية هؤلاء اللعبين يعني تني أحمد الشيخ ووليد أزارو لعبين مهاجمين أما هشام محمد فهو خط وسط أنت بعض الناس كانوا بيطالبوا كنت حسام البدري أنه يبقى فيه مدافع نتيجة طبعاً الفترة اللي فاتت إحنا كان فيه قسور في حتة قلب الدفاع طبعاً بعد احتراف أحمد حجازي إصابة محمد نجيب في أوقات إصابة سعد سمير في أوقات ما بيبقاش فيه غير بقى رمي ربيع وكابتن حسام البدري ساعات كان بيستعين بقى أحمد فتح في هذا المركز لكن طبعاً ضيق الوقت نفسه مع كابتن حسام البدري وضيق الوقت فيه أنك تأيد لعبين في التوقيت ده أعتقد أن أنت ما كانش فيه وقت أنك تشوف اللعبين وفي نفس الوقت عايز أقول لكم لما نجي نبص على الدور المصري وأن أنت هل فيه لعيبة ممكن أنت كنادي أهلي في المركز ده بإزاي تقدر تستخدمهم ولا لا فهديك طبعاً بتاخد وقت طويل وتتدي تتابع بشكل كبير سواء جهاز فني أو إدارة أو لجنة التعاخدات في النادي الأهلي ولجنة الكرة أيضاً في النادي الأهلي عشان تنقي أفضل لاعب لأنه لاعب في هذا المركز في النادي الأهلي ليه مواصفات معينة ومواصفات مهمة جداً فبالتالي أعتقد كاتل أمور محتاجة وقت يعني كمان أنت ما بتيجي كنادي أهلي وليك بتلعب في بطولات كتير زي أفراقيا والدوري كاس بطولة عربية بطولات أخرى ممكن تشترك فيها إن شاء الله في حالة طبعاً الفوز بطولة أفراقيا زي كاس العاماندية لازم لعيب معين أنت ما بتجيبش لعيب كده وخلاص عنده التزام في الملعب وخارج الملعب عنده فنيات بتبقى عالية التزام بتعليمات المدارب طبعاً بتبتدي تتعامل مع كل لعيب في هذا المركز أو المركز أنت بتبقى عايز تجيبها بالشكل ده بتبقى فيك وراء وقلم كده لجنة الكورة ده عنده واحد اتنين تلات اربعة بيبتدي ندي درجات لهذا اللعب بغيث لما لجنة الكورة أو الجهاز الفني يقولك هو ده اللعيب اللي احنا عايزين فبالتالي طبعاً الأموك كانت صعبة في الدور المصري أنت حتى الآن لم يبرز أو لم يبرز لاعب من اللعبين المميزين في هذا المركز في الدور المصري إلا بعض اللعبين القلال يعني أو قلائل فيه هذه أو هذا الموسم فبالتالي طبعاً نادي أهلي لما هيجي يشتري لازم يشتري لاعب مميز يمكن طبعاً ما نيجي نبص على الخارج أو اللعبين المحترفين الأمور طبعاً محتاجة أيضاً نفس الوضع أنت بتبص بتدفع فلوس كتير عشان تجيب لعيب مميز فبالتالي طبعاً النادي الأهلي لازم في الفترة اللي جاية طبعاً دي حاجة مميزة جداً أنه هو يجيب لعيب بيكون في المركز ده بعد احتراف أحمد حجازي ولكن طبعاً عايزين نتكلم على حسام غالي وانتقاله أيضاً لنادي النصف والتعويض هذا المركز من خلال طبعاً وجود لعبين زي شام محمد موجود أيضاً تقلق عمر السلية وجود حسام عشور أحمد فاتحي لو بيقدر يلعب خلينا برضو نتكلم على أحمد فاتحي أنه يقدر يلعب كسير الدباك وفي نفس الوقت يقدر يلعب في نصف الملعب مكان حسام غالي فبالتالي إن شاء الله المركز ده يعني أكيد النادي الأهلي عارف كويس قوي أنه أنت حسام غالي هنتقل لنادي تاني هيبقى فيه البديل والبديل الكف وده اللي النادي الأهلي يماشي به طبعاً المصلحة الأولى هي مصلحة النادي ومصلحة اللاعب أيضاً في نفس الوقت فرأى النادي الأهلي إن مصلحة حسام غالي ومصلحة النادي إن هو ممكن ينتقل إلى نادي النصر ويستفاد حسام غالي في آخر سنوات ليه في كرة القدم بمبلغ يكون مميز جداً له حسام غالي يعني أعتقد دي أخبارنا وأخبار طبعاً أستاذ الأهلي قبل ما ألتقي طبعاً بضيفية العزين في فقرة الصحافة أستاذ هاب الفولي أستاذ محمد أبو الخير هنتكلم بقى عن الفترة القديمة طبعاً عندنا الفترة اللي جاية فترة صعبة جداً للأهلي سواء كرة قدم أو إحنا داخلين على جمعية عمومية خاصة بالتصويت على لايحة النادي الأهلي الداخلية وأكيد يعني يوم 25-26 هيكون جميع أعضاء الجمعية العمومية موجودين وده اللي إحنا نتمنى صنع مستقبل نديج ده حاجة مميزة جداً إن شاء الله جمعية العمومية كلها تبقى موجودة وعشان كده 25-26 ده لتسهيل على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجودهم وحضرهم في هذه أو هذا اليومين اللي هيكون فيهم هذه التصويت على الليحة بسهولة ده يعني اللي بيحاول عليه بيحاول مجلس إدارة والنادي الأهلي إن يريحوا جمعية عمومية عشان يقدر أكبر عدد من الجمعية العمومية يبقوا موجودين في اليومين دول يعني أكيد فاصل سريع وهارجع بقى استقبل ضيوفي ونتكلم على كلام كتير سواء بقى على الجمعية العمومية والقادمة وأيضاً على النادي الأهلي في المرحلة القادمة ويمكن أبرزها يمكن الخبر كشف المنشطات في نهاية كاسماسو هل ده ممكن يكون مسموح في الوقت ده ولا كان مفروض من بدري من بداية موسم طويل بدايته من الدوري وحتى طبعاً النهاية فاصل سريع هارجع استقبل ضيوفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة